مرحب حبيبي اليوم بدعم الأنوية كن طريقة تحضير البتنجان المقلي هو ما بيتشرب أبدا زيت منقلي بكمية كتير كتير بسيطة زيت بهيدا الشكل الرائع شايفين ما في أبدا زيت بداخل البتنجان شايفين كيف عم يطرق البتنجان ناشيف ناشيف البتنجان كتير لم نبدأ الطريقة مع بعض بسم الله أول شي عنا هول البتنجانتين ما نقشرهم ونقطعهم أنا وياكم بعد ما حطيتهم بالمصي هلأ بديت هنون كلهم بالملح لا تخافوا انه كترت ملاح هيدا الملاح ما بيطلع عنا البتنجان ماليح عشان بينزل كله بالماء بيصف الملاح بالماء بعد ما خلط البتنجان ماليح بالملاح هلا بحطهم عجناب بالمطبخ واذا عنا ما كان في شماس من الافضل نحطهم بالشمس الشمس بتساعد عن نزول الماء من البتنجان اسرع بعد ما نقعت البتنجان حوالي ساعة وبين عليهم الماء بهيدا الشكل شايفين كيف بي نقطة الماء وهلا بدي عصرهم انا وياكن منا نعملون الخلطة الخلطة اللي بدي عملها انا وياكن عنا نص كوبة حين ماء ربع ملعة صغيرة بيكين باودر ربع ملعة صغيرة فلفل اسود ربع ملعة صغيرة حار ناعم ربع ملعة صغيرة كمون ناعم ملعة صغيرة بابريكا او بهار البطاطا وكمان ربع ملعة صغيرة حباء بايزل وملعة صغيرة ملح بحط فوق البهارات والملاح الطحين نص كوبة طحين ماء رح نعير الماء عشان نعرف ادي حطينا ماء نسكوب كوب ماء حطينا تخلطن مع بعض نغطينا букل حطينا نحن نافذ بطريقة البتنجان كيف من الماء نضع الماء في ملاحظة نضع الماء قليلا عشان في نوعيه تطحين عن الطحين بتختلف ونضع الخليط على جناب لعصر قليلا من الماء ونضع محارم على الطبلية او منشا في المتوفر عن الكون بتستعملوه بعد محطت المحارم وبحط البتنجانات بصفن على المحارم في ناس بعصروهم بايدهم بس ادنى كان هيدا الطريقة افضل من التعصير بالايد هيدا كتير كتير بتتشرب الماي شايفين شو طلع ماي من البتنجانات وحط طبقه محارم كمان منكبس على البتنجانات بهيدي الطريقة وعنا قدم فينا عنا الشفن من الماي ممكن تعصروهم بهيدا الشكل بايدكن بس هيدا الطريقة متل ما انت لكن افضل هلا منشيل المحارم هلا بدي بلش بالقلي انا وياكن بحط زيت بالمقلاي بنحط كمية كتير خفيفة حطت كمية كتير بسيطة من الزيت متل ما شايفين تقريبا حطينا شي سبع معالق طعام زيت نباتي منطر ليحمى الزيت وبشر انا وياكن بقليل بتنجان بحرك الخليط اللي عملته شي بسيطة قبل ما نبلش بالشغل بقلي البتنجان بحط البتنجانات بالخلطة بصفيها منيح وبحطها بالزيت الحامي جميعا بحطة جميعا بحطة جميعا بحطة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والمترجم للقناة هل البتنجانات لقليتون أنا وياكن بكمية ذات كتير بسيطة بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي باي باي أحبابي